انت كده بقيت الموزع الوحيد ليستاير حمام مستورة في منطقة الهرم يعني ان شاء الله يا معلم مستورة اكون عنده حسن ظنك وبإذن الله البضاعة دي قبل ما الشهر دا يعدي تكون البضاعة كلها اتباعت بإذن الله واحنا كمان مش هنسيبك انا من وقت للتاني كده هعدى شقر عليك عشان نتابع شغلة عندك اول بول خلاص متفقين بس زي ما اتفقنا البضاعة دي لما تتباع عديك فلوسة ان شاء الله اوكي سلام مع الف سلام مع الف سلام انت هزفت ايه اللي اخرك الرجل جي وماشي من غير ما يشرب الحاجة الساعة ايه اللي اخرك ايه دولة مش انت قلتلي ما تعديش الطريق يادي يا رامزي الا بعد اما العربية تعدى الاول طيب ايه اللي اخرك دا كشت في وشينا اربع ساعات يا دولة الطريق فاضوا ومفيش عربية واحدة ردي اتعدى ايه الميتك ايه اللي بيلف في الساقية دا انا ابن النهاردة يا خبر يسود ابن النهاردة خلاص الفلوس جريت في ايديك تتنكر لامك دي اخر التربيتي فيك ايه واما مش ابن النهاردة يعني انا مش ابنك لا 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 يعني انا قصدي يعني ان خلاص من النهاردة والحمد لله بقيت حصريا المحتكر لستاير الحمامات في القاهرة بالكامل ستاير الايه؟ مش فاهم لا بس مش اي ستاير حمامات لا ستاير الحمامات اللي انا اقصدها يعني ليأزات الرسومات والنقوشات الفرعونية انا بعوني لا هخلي كل الناس تطرتش جوا محدش هيطرتش برا بس انت مش ملاحظ يا بابي ان انت مستعجل شوية في قراراتك في المشروع ده؟ لا لا انت مش فاهماني انا البازار هيشتغل زي ما هو يعني هبيع بردي وتماثيل وكل حاجة زي ما هي بس بالاضافة لده الستاير يعني مثلا اللي هيجي مثلا يشتري من عندي تمثال نفارتيتي هياخد معا سطارة حمام تمثال نفارتيتي اللي هيجي يشتري تمثال ابو الهول هياخد سطارة حمام تمثال ابو الهول لا للاسف الستارة دي لسه ما جادش دي في الطلبية اللي جاية ان شاء الله بس بعوني لا بجد انا هلم السوق كله في ايدي السوق كله هيبقى تعادل سعيد وسعيدها بس مش هيبقى محتاج اي حاجة انا حاسس ان انا النهاردة حتى لو رحت على البازار هلاقي البضاعة كلها اتشطبت موسيقى السلام عليك قومي انا نمس بسعادة عاكم ستاعدة اتفضل يا دولا ايه عم اللي اخرك كده يا دولا ده انا من الصبح اعمال احاول اكلمك ومانش عارف يا ابني كل رجال الاعمال والشخصيات المهمة ما بيروحوش الشغل الصبح كده هو مع السوبيان يعني ايه ده اهو زي ما انت شايف يا دولا مفيش بضاعة من الصبح احنا عادين بنشي عم ايه ده مفيش بضاعة ياه حمد الله اخيرا المشروع بتاعي نجح كده الواحد بقى يقدر يمشي بقى في الشارع رافع راسه قدام اصحاب البازارات التانية ياه كان نفسي من زمان يا لأ ان انا ابقى ماشي رافع راسي واني يبقى عندي كمان بقى شالية في الساحل اللي هو بتاع شبرة ده الله يبارك فيك يا دولا والله انت والله ابن حلاه ابقى عزمني بقى في الشالية بتاعك دهو دولا قلقى يعني ايه شالية مش عارف يعني ايه يعني مثلا لو في شوية بضاعة هنا وحد جيشها لها فانا باجي اقولك ايه هو شال ايه فانت تقولي مثلا شال تفاسيل وتشال ورق برضي كده يعني ايوا دولا صح اكلم بقى المعلم مستورة دلوقتي اقوله بقى يبعتلي ستاير جديدة غير اللي اتبعت دي بس برافع عليك يا رامزي والغريب بقى ان البضاعة كلها اتبعت مع الستاير في وقت واحد يعني بجد ايه ده ايه ده فيه ايه؟ ولا رامزي ايه دولا انت كنت بتعمل ايه من الصبح يا له؟ كنت قاعد بحاول اكلمك يا عم وما نيش عارف وما كلمتنيش ليه؟ عشان مفيش تليفون مفيش تليفون رامزي ايه؟ البزار اتسرق يا له رامزي اتسرق؟ ايوا اتسرق يا تانا مين اللي سرق؟ ايه ده؟ ده اللي سرق البزار سايب الكارت بتاعه بضعتك عندي شوف البجاحة بتاعته عارف يا له رامزي؟ اللي سرق البزار ده اكيد من رائبنا وعارفنا كويس جدا وعارف انا امتى بمشي والغبي بيبقى امتى موجود ويقدر يخش ساعتها على البزار يسرق الحاجة صح؟ صح يا دولا ومش بعيد ابدا اني يكون بيعد علينا دلوقتي انفاسنا بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ تلاته اربعة تلاته اربعة و titresc mate هم مش وقت غباوتها ، انا مش ناقص ايو دولة تب ما هم habetsob gems ما هو يجعلوا هم يأخذوا البذار من البضاعة ايو دولة !مش بعيدة يأخذوا البض lava ليس له ويفتحوا بذار جديد ويسمو وبرزر رمز ام شكرا عد الكلام اللي انت قلت لدو عيده ثاني ممكن يفتحوا بذار جديد بالبضاعة دي ايوة !وواف بذار رمزي انت كنت تش頬 بالتعمل من الصبح يا لح والله يا دولة دي زالت لساني ما ؟ يا دولة والله احب عليك يا دولة، ده ابن عمك يا دولة وقوف ديك برقابة تشوك فيها، تشوك فيها يا دولة خلاص يا رمز خلاص خلاص، خلاص معلش، أنا آسف ان انا اتكلمت معك يعني كده وشكيت فيك معلش يا دولة بس اي شكيت بسرعة يا دولة يا دي يا رمزي خلاص بقى، لا اصبقى مزعانش بقى مش زعلان اصبقوا اشتلك مزعانش، أنا مش نقصة اما دي بس، اي بس؟ وكمان با يا دولة يعني أنا بكلفتك للنهار يعني والبطاعة عمو خمسة بقولك عليها بعشرة وبقوم ضرب اتنين جن في جيبي وعمرك ما حسبتني ولا شكيت فيها والدرار يا دولة بيبقى بربعة جن ايه؟ وبقولك انه هو أرخص يعني تيجي ده وقت دلوقتي تجرحني كده وانا مشك فيها ما انا قلتلك خلاص بقى انت تعملي فيها مصطفى امر ما خلاص يا عام زعلت زعلت ولا ولا مش ناقص غبوتك خلاص اسكت بقى اسكت حاضر يا دولة مان مين بس؟ مين؟ مين؟ يا دولة اللي يقولها البوليس لا البوليس ايه؟ وانا انت استهبل؟ انت استهبل؟ انت عايز تفتحني في وسط اصحاب البصلات؟ لو عارفوا ان انا على الحديدة هيبقى سمعيتي ايه قدامهم؟ بلاش البوليس خالص انا اللي هدور بنفس انا اللي هدور بنفسي وبعدين لعلمك انا عندي معلومات جمدة جدا تساعدني ان انا اقدر ادور على الحرام بنفسي لا يا راجل طب ايه اللي معلومات دي يا دولة؟ معلومات دي بسيطة جدا المهم دلوقتي ان احنا لازم نبقى مركزين كويس قوي لان اكيد الحرامي مفيش جريمة بيعملها كاملة انهار يا سويد يعني لسه الحرامي هنا؟ لسه الحرامي هنا؟ خد 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 تعالي مش نقص غباوتك لا يا لأ بص الا انا اصدق ان اكيد في دليل هيكون الحرامي سابوا في مصرح الجريمة بقى يا دولة ده معقولي يعني بيتك تخرب والبزار تسرق وليك نفسي تروح مصرح ولا مش نقص غباوة مش نقص غباوة خالص بس المثل بيقول ايه؟ اربط الحمار مطرح ما يقول صاحبه خلاص انا بقول هتطربت هنا على ماك انت لسه واقف فوق الحمار خلاص ووق الحمار هاي دولة اتأخرت ليه دولة بقى؟ اتأخرت يا ابني بخلص بانجز يا ابني عايزين ننجز لان انا لازم احل القضية دي الناهردة ما عنديش وقت جبت العدة و جبت الهدوم اللي هنتنكر بيها و جبت كل حاجة الله عليك يا دولة قضية كبيرة الله ما ليه يا ابني قضية كبيرة ولازم احلها يا ابني لان انا بص يا رمزي هادطر آسفا ان انا استعين بيك معي عشان نحل القضية دي طيب ما تستعين بزابط احسن يا دولة استعين بزابط ايه يا ابني الفرق اللي بيني وبالي الزابط اربع سنين انو من دولهومة يا دولة لأربع سنين بتوع كلية شرطة بس انا بقى ايه ممارسة يا معلم انا يا ما تسرقت بس انت عمرك معرفت مين اللي سرقك يا دولة اهل مقوحة بتاعتك دي هي اللي هتخليني اشك فيك تاني انا اسف انا اسف يا دولة اخراص مش هتكنف هنعمل ايه بقى انا سخنف دلوقتي يا سيدي دلعدة و دلعدسة بص بقى معلم ده الدقيق عايزك تمسك الدقيق ده يا له وترشه على الارضية بتاعت البزار عشان لما الحرامي يمشي و يدوس على الدقيق نعرف مقاس ريكله يا له اه يا دولة صح بس ايه اللي هيجيب الحرامي تاني يا عم ما خلاش شطة بالبزار انت هتقوح معي هتقوح معي هبطر استعين بحمر تاني غير خالص الحرامي اللازم هيجي يلا لان انا قريت مرة معلومة يعني كانت في سوبر ميكي بتقول ان النص يعود دائما لموقع الجريمة عشان يتطمن يعني الله عليك يا فائم يا فائم يلا تكري الله من هنا بقى عشان لس ده ده اه ايوة دولة اه ايوة دولة اه 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 انت بعرفته ش انت انت حويت كده اه انا دولة ده هيقع في شر اعماله سنة يا لأ سنة سنة بس لقيت الحرامي فين يا دولة اهو اهدي اهو رجل وادي رجل وادي رجل وادي رجل وادي جازمة وادي جازمة ولا يا رمزي تبتل بس جازمة مقاس كمي يا لأ؟ أربعين يا دولة أربعين ياه فلتت مني الحرام بيلبس واحد واربعين فرق نمرتين بس عنا بس مش اشكال مش اشكال معلومة وعرفناها الحمد لله معلومة وعرفناها اللص يرتدي حزاء مقاص تلاتة واربعين الله انت مش قلت اتنين واربعين يا عم ولا ما تقوحنيش كل شوية لا ما تقوحنيش اسمع الكلام وانت ساكت ماشي من اسف ناسي شيل الحاجة دي شيل الحاجة دي هنخش على الخطة بقى على طول ايه ده دول احنا نعمل ايه؟ نعمل الخطة يا لا ما انت فاكر ايه؟ الخطة اركز معاه في الخطة دي ان شاء لو الخطة دي بازت هتطر اعمل خطة تانية ايه دول اتما تعمل الخطة التانية على طوله صدق اول مرة من الحاجة صح يا لا اهو الله صح 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 يا لا برف عليك رف عليك انا متعلم منك برضو سيبت من الخطة دي بازت الخطة رقم اتنين افهم بقى يا اخي افهم بقى يا اخي افهم بقى حرام عليك انا متكلف ورق لغاية دلوقتي اكتر من السرق من في البازار حرام عليك ايه باسوا هباب ايه؟ انا لو بفهم فاحمار كان فيهم من بادري ماشي نعمل خطة جديدة الخطة 153 أفهم ركز معايا بقى يا حاضر بقى يا دولة أنا قاسب بقى ولا 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 ما تقولش يا دولة ما تقولش يا دولة يا غبي إحنا متنكرين مفرود محدش عرفنا ارجع للإسم الحرك اللي أنا قلتهولك نسيته يا دولة بقى يلا الإسم الحرك اللي أنا قلتهولك في الخطة 112 يلا اللي هو أنا رادي وإنت مرديش ماشي يعني يا رادي يا مرديش يا را experi انا راضي انت ما قط على الخطة دي قط على الخطة دي بلاش دي تركز معايا يا رمزي رمز بداب انت بتعصبني يعني انا لو كنت الواحد من غير محد يساعدني كان زماني دلوقتي ايه قافش الحرامية هو وأمه وأهليهم ماشي 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 الخطة مية اربعة وخمسين يعني احنا كده هو المحدش يعني هيكتشفنا خلص ولا ايه يلا استحالة يلا استحالة باللبس وبالتنكر ده مع الاسماء اللي احنا بنقول عليها استحالة حد يعرفنا لو جاء بتاعنا يا راضي ولا يا رمزي الساقيق عامل ايه ايه يا عمي كده لا سلام ولا كلام شوفت يا غبي اديك تفكست التنكر بتاع كهبل اصلا ازكر استاذ عايديل عامل ايه 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 ام اريدك 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 عی fam ايه ايه اما عرفنا عشان ايه يلت عالقك جامل يا غبي اهلا ياسيد معاليش شاد يا فاتلس احنا كنا مشغولين اليومين دولت يعني انا وراضي انت حتقول لما انا قاعد ومرقب عندي. محلو افتح يا ده افتح المحضر يا لها. ايه ما شارفكم عندي انا عايز يسرف الفلوس بتاعتني اللي سرقها من البزار ركز يلا ركز خلاص. مش لازم الجدول مش لازم الجدول. يعني يا فاتلة انت طول الوقت الفترة اللي فاتت قاعد عندنا في البزار مش كده? ده ايام ما كنت فاضي قبل ما البجلية تفرج في ايديا واسبني من قاعدة العواطلية دي. قاعدة العواطلية دي. اه وقابل كده كنت بتعمل ايه امال? كنت لما اخذ في اللفظ مقطوع. قاعد مع الوادي الفقري ده ليه النهار? لا شغلة ولا مش غلة. كنت افتح البزار الصبح معاه واقفله معاه. اه يفتحوا معاه واقفله معاه. يعني يقفى من كلامك ده يا فاتلة ان انت كنت بترقب. زي يضلو. اه زي يضلو. زي يضلو. زي يضلو. زي يضلو. زي يضلو. اه لغاية ما في يوم قررت تتضرب ضربتك يا معلم. بالزبط كده. وقلت النفسي يا والع يا فاتلة سيبك من الواد رمز الخيخة ده. واقلد الاستاذ عادل. اه اكتب. ايه اللي تشربته? الواد رمز الخيخة ده. ماشي? مم. وبعدين قلت ترى ابن انا بقى يا فاتلة. ودرستك انت كمان. اه ها ها هاي. اظن يطلع في محنو يا معلم. في محنو. ودرستاني. وقلت ابدأ من مكان ما انت وقفت. بس. وضربت ضربتك ودخلت على البزار وخلصت العملية. بزار ايه وعمليتي. ايه اللي افكار الخيبة دي? دي كانت فكرة الواد رمزي هو اللي كان عايز يفتح بزار باسمه. والله يا دولا مش قصد يا دولا. دي كانت فكرة تايش يا دولا وربنا انا اسف. اه ماشي بعدين بعدين. ماشي اصبر. ها يعني ده كل الاقوال اللي عندك? قلت بقى لنفسك يا والا فاتلة اشتغل في السياحة واكسب بالدولار. ما هو بقى بربعة جنيه دلوقتي. الدولار بربعة جنيه? شفتي بقى شفتي علشان انت كنت بتكدبني عم وبتخليني في نظرك كدب وبخنصر. بتخنصر اصبر دي انا هفراجك. ايشه بالاربعة جنيه دي? حطيت كل رأس مالي في مشروع استثمار السياحي تكنولوجي. بيع موبايلات واكسسوارات. فتلة فون. فتلة فون? يعني ايه موبايلات ما بتشتغلش في فازارات ولا تماثيل ولا حاجة? ولا ليه اي علاقة بيهم. اه اه كده يبقى انت بره لستة يا سيدي. لستة? لستة ايه? لستة كده هو مش هتفهمها وريني سوا ابعد. والتاني. والتالي. كله كله بقى. ماشي. يلا تكع الله تكع الله. ايه الورقة دي? ايه اللي هو الساخة كده? المحضر هادولة. لا ارمي 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 ارمي. كده الخطة دي بازت والوات ده طلع برا الشك خالص. ما لهاش لازمة بقى. الخطة دي شكرا. ما لهاش لازمة. نخش على الخطة الجديدة. الخطة مية خمسة وخمسين. ايه ساخدولة يا كبير? ايه ساخدولة? اه مش وقتك خالص يا معلم مستورة لسه ما ريعتش حاجة. وعندك اتنين قهوة سيادة في انجان ما واحد على الناب. ولا رمزي. ايه دولة? الوقت حتة صابي القهوة يا لها. انا شاكك فيه. شاكله سهن كده وهادي. ويعني ما يصيرش اي شكوك حواليه. وده اصعب انواع من المجرمين. افتعلي صفحة جديدة. حتة. اه تعالي حتة عايزك لو سمعت. صباح الفل اخصيز عادل امورنا غالي. قعد حتة. او نابة باشر الله يا كريم اقدان جسم تعبان وهمدان من صباحية ربنا والله. اه جسمه تعبان وهمدان من صباحية ربنا اكيد يا معلم. تعذيب الضمير بيقنبك. وعذاب النفس بيموتك. ايوه هي النفس يا باشا. نفس النهار ده مقطوع طول النهار. اه. قولي يا حتة لو ده هو اسمك الحقيقي. الله عليك يا دولة. ولا ولا راضي يا لا راضي. الله عليك يا راضي. قولي ضميرك بيقنبك من ايه? عملت ايه? خلطت في ايه? قول. اه ما قدرش اقولها باشا لو قلت محدش هيسبني في حالي وهيموتوني. انت يا حتة انت قول. جبت رغيف حباوشي. حتة ماستهبلش. دوب. دوبلا باشا. سبني عليه بقى يا دولة سبني عليه. اهدى 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 يا رامزي. حتة. من اين لك ذلك؟ ذلك يعني يا باشا مش فاهم يعني. يعني جبت الفلوس من اين يا ما تستعبتش. ايو 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 شكرا على الترجمة شكرا. اه يا رد. اه لا الفلوس يعني لما اغزى باشا بقى النهار ده انا ايه? مسحت كل محلات الشارع. حلو. مسحت كل محلات الشارع من البضاع اللي فيها وبعتها وحطيت الفلوس بتاعتها في كرشك. بضاعات اه يا عمونة? المصورة العمومي ضربت اللي في الشارع. فكل المحلات بقى صدوري النهاردة. ان انا انا مسح الكم المحلات. سبوب اوجاتلك اوصيص عادل. حاول لا يعني. سبوب اوجاتلك. تمسح محلات الشارع كله على ميل على ميل. خط ده خطتك يا ده حتة. انا ما بعرفش اكتبها باشي. تعرفش تكتب. تعرف تقرى. طبعا. يبقى بتعرف تكتب. اتقفش. اتقفش. اه. ولا. نعم. اطلع يا ده رامزي يلملي كل البطاية للناس اللي في القهوة هنا واع في الباب بتاع القهوة ماشي يا دولا! مام البطاية كلها بص خد بطاية ترى اول واحدة اهو ماشي يا كبير ماشي! هتتقفش يعني هتتقفش! ماشي! بس! ما حد تشوفه في القهوة! البطاية! البطاية كانت تهوي انا بطاية! مالك! مرتبط كده ليه! مالك زي ما يكون مخبي حاجة كده! مخبي ايه وانا عندي ايه اخبية انا عنديش اي حاجة اخبية لعلمك يعني! بص يا عاجل! انت عارف كويس قوي ان انا بحكم خبرتي الوسعة في السيكوليدي والاستروبوليدي اقدر اعرف كويس قوي اللي قدامي ده بنظرة واحدة بيفكر في ايه! يا سلام! طب انا بفكر في ايه! هو! انت طبعا متوتر شوية! بس الاكيد المؤكد اللي انا وثقة فيه! ان انت بالتأكيد واك الملوخية النهاردة! يا سلام! طب ما انت اللي تأبخى النهاردة الملوخية! بص يا عادل بقى بصراحة بقى كده يعني! انا! انا! انت ايه يا هانم! انا متداقة جدا من قرار بتاع مشروق الاستتاري انت خدته ده! اهه! وبعدين؟ مش بسي كده! انا! اه! اه! متداقة انت خدت القرار الماصيلي ده من الغير ما تاخد رأي فيه ولا تقول لي اي حاجة! وقررت! قررت من دماغي كده ان انا وقفه وباي تمن! يا سلام توقفي ده وبأي تمن رحت انت طبعا يا هانم تريدت على البزار وسرقت البطاعة اللي فيه عشان تثبتي بس وجايت نظرك الدنيئة يا رانيا يا ابني اللي انت بتقوله ده إيه الخطرافة دي لا طبعا مش مظبوط عشان انت عارف كويس قوي ان انا لما اعوذ حد انه يعمل حاجة مجرد ان انا غمض عيني قوي قوي كده غمضت عيني قوي وفكرت ان هو يلازم يعمل الحاجة الفنية ومشي على عجين ومشي رخبته ده فعلا اللي بيحصل حتى اشوف اها عادل والله هارس وده وده انا خافت جوزي ايوا اهلا معالم ايه؟ انا باشي مهندس انا قل بعليك الدنيا من الصبح اهه ما عليش انا معالم مهندس انا صراحه لسه مبعتش البضاعة وبعدين احنا اتفقنا ببيع هحسبك يعني وهتبيع ازاي اذا كان المحل لجم بواقفول والبضاعة مش موجودة فيه ايه ده انت عرفت؟ مان اي يا باشي مهندس كاتبلك في الكرت كاتبهو لك كاتب في الكرت انت اللي كاتب اللي هو البضاعة عندي يا باش مهندس هنروح تشقر عليك في المنطقة لقيت الدنيا غرقانة مية والبضاعة حتبوز روح تواخد البضاعة عنتي وكاتب لك في الكرت قولت انت اكيد رجل نيور وحتفهم نيور ينهرى بيد منك اللاعمة مستورة انت بسطر علي اتعشى برا؟ يلا بس خلاصي اكل بسرعة بقى عشان نلحق نروح عندي شغل الصبح بادر يا سلام والمشكلة يعني لما اتعطل شغلك الصبح بادري عشان خطر سعادتنا الزوجية ايه السعادة يعني ان احنا نقعد ناكل في مطعم ما احنا بناكل في بيوتنا بدل ما الناس يعود يبصرنا في اللقمة يعني يا سلام ايه ده؟ ايه ده؟ ماروة الشربكي؟ رانيا اللوحي جهرتش حشيني يا بنت للذينا مش مفتكيش من ايام الجامعة ماذا يا عام؟iertو؟ تعلوا تعالوا واتفدلوا بادر لا تفدلوا فين عندنا شغل الصبح بدل اريض اقول لك علاي انا عادل هتعرف ماروة كيا بايام الاشين كنت ديما بغششها من البرشامة بتاعتي يا سلام طيبوا ما دام ماروة مكانتش بتذاكر ليب نفسها او علىقل مثلا كنت تحضري برشامك بنفسك عشان يبقى نجحت بمجهودك لا يا مجهودي ده أنا كنت موفرة للماجستير والدكتوراه انت بتهراجي انت عملتش ماجستير والدكتوراه؟ اتنين ماجستير والتلاتة دكتوراه واربعة شاي بقى عشان القعدة شكلها تطول يا كابتن اهلا وسهلا يا أستاذ نشانجي لا نشانجي ده اسم عيلة الوالدة موتانها الاصلي خلف نادي الصيد لكن انا نشارتي نشارتي تي تي بكسر الياء يا ما شاء الله حضرتك بتكسر الياء يعني واضح ان حضرتك عنيف بالله عاقس جوزي مارن جدا ومطيع مثال لزوج الألفية المعاصرة يا سلام ما شاء الله يعني ايه معاصرة حضرتك؟ سحيت مرة منهم قلت له نشارتي انا عايزة حضر الماجستير ياه يعني بدل ما اتحضر الفطار بتحضر الماجستير وحضرتك كالرأيك ايها أستاذ نشافتي لو نشارتي نطقها صعبة عليك ارفع الشين ياه سلام ما شاء الله عمل بترفع الشين وبتكسر الياء انظر واضح ليلة القعدة حضرتك بقولك ايه هو انتي لما طلبت منه انتي تعملي الماجستير كانت تفعله ايه؟ قل لي اوكي طبعا يا شيخ يا طب انتي بقى درتي زيت وفاقي ما بين طلبات البيت وشغل البيت والماجستير طلبات بيت ايه يا رانيا انا ما كنتش بخص الكباية ياه ما شاء الله يعني حضرتك المية قطعت وانت بتعمل المجستير شوفي النصيب يعني ما قطعت عشر تغسريش كباية لا انا اللي كنت بغسل يا رابي يعني عمال بتكسر وبترفع وتغسل او 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 الله عليك الله عليك يا اساس نشارتي كده وانت متعاون وكنت بتغسل كل كباية البيت اصلها كانت ايام يعني في كان فيه بقى غسيل ومكوى وطبيق وتسيق وتصوير تصوير يعني حضرتك كنت بتصورها وهي بتحضر المجستير ولا هي اللي بتصورك وانت بتسيق البيت لا انا كنت بصور ورق الرسالة اوه طب ليه حضرتك ما عملتش معها يرسال الدكتوراه انت كمان على اقل كنت اخدتوا الاثنين بتمان رسالة واحدة خفيفة خفيفة دم خفيفة دم خفيفة اه دم خفيفة الحمد لله بس ما وصلتش لحد بقى التسيق والتنظيف والتصوير زي الاستاذ ايه ايه نشختي يا انا كده بقى بتهين اسمي ؟ يا عم بقى هين اسمك ايه يا عم ده انت هنت كل حاجة ماش لالله وانت مستنين نهيني يعني لو سمحت يا اساز انا ما حبش ابدا جوز يتهزق بره البيت ايه ايهاجه ده هو جوزك بتهزق جوه البيت بس ايه هيه رسالة انت كده بتغلطي يا سلام لا 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 بص يا حضرتك يا ريت تعذمينا بقى مرة عندكم في البيت عشان نهزقه براحتنا امين؟ يلا بينا يا امين احنا ما ينفعش ابدا نقعد مع ناس ما بتحترم ناشي يلا يلا يا بيبي بيبي ايه ده هو ابوها ولا ايه؟ بقولك ايه حساب الشاي يا استاذ نشافتي يا استاذ نشالتي اه هادل على فكرة انا عايز اتكلم معاك في موضوع من ساعة ماجينة اه طبعا ضميرك صحي وحسيت ان كنت مزنبة يعني وغلطانة عشان طبعا العزومة اللي انا وديتها لك حضرتيك سندوتشين ايه ده بيبكى فيهم مثلا حتة لحم صغيرة كده مع حتتين مخلل مع 4 كبقات شاي ادفع فيهم 100 جنيه يا رانيا 100 جنيه عرام عليك يا رانيا عادل على فكرة بقى انا قررت ان انا احضر الماجستير والدكتوراه بتوعي طب انا من رأي يعني بدل ما تلبيخي نفسك الاثنين يبقوا مع بعض ايه رأيك مثلا تحضري الماجستير الصبح وعالغادة تحضري الدكتوراه وعالعشا تنسيهم ايه رأيك انا فكرة لطول وقت ملاحظة ان انت بتصخر من طموحاتي واحلامي العلمية يا ستة طمحي واحلامي زي ما انت عايزة بس العلمك بقى انا لا هاخسل كبيات ولا هسيق البيت ولا هعمل اكل ولا ليه ادعو بالكلام ده كله انا مش عايزة منك غير ان انت توافق طيب لو هتقدري يعني تنسقي انتي وسناء وماما ومامتك مسلا ونجلاء وياسمين لو عايزة تنظموا يعني شغل البيت مع بعضيكم بجد يا رأي بجد بجد انا ما عنديش ايمان يعني انت موافق ياس هتشوفي يا مروة هتشوفي هعمل خمسة دكتوراه وخمسة ماجستير موسيقى يا رانيا خلاص ما تقليش انا كاتب كله ولما هيجي عادل هبقى اقول له يا ستة حاضر ابقى سنمولي بقى على السناء بقى يلا باي باي ايها قعد على المكتب واستوليتها وقلت لك الصورة دي يلا الزبان بيخش يشوف الصورة يلا بيجروا يلا ما تحط لي صورتك هنا على الخزن ايه اللي معادك هم؟ دولا كانت راني يا عم بيتماليني طلبات هي عايزها منك هي بقى طلبات عايزها مني؟ اه ايه الخط الزبالة ده؟ ايه ده انت تقرى الخط ده ازاي انا طلبة ايه؟ لا يا دول اما انا مش بقراه انا بس بعلمه بتعلمه ايه عشان ما يطهش منك يعني؟ يا ابني ايه كان ابني امش عايف اقراه؟ طلبة ايه؟ بتكتب ازاي؟ اوعد اكتب يلا خد اكتب كده انا امليك واجتب لا انا مش عايز اكتب دلوقت دولا بقى اوعد اكتب يلا اوعد اكتب طيب مابعناش اكتب ونواقب بقى اوعد يا اخوة حجة البليد اوعد ورنا تكتب هف؟ ماشي ماشي هتقول لي هوف ولا ايه؟ ماشا دولاه حاول اكتب ماشي زهبا رمزي رمزي إلى المصيف إلى المصيف يوم الأربعاء يوم الأربعاء دولة هي الأربعاء دي يعني الهامزة بتاعيتها على الألف ولا على السطر؟ خليها يوم الخميس غبي غبي دي أستيكة إبقى أستيكتي أستيكتي بس 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 دولة ما قلت ليش بقى دولة انت يعني هي رانيا عايزة طلبات ديين لمين؟ لي ياسمين بنتكم؟ لا يا سيدي لرانيا نفسها يا سيدي ليه دولة؟ هتحضر دكتورة؟ اه تحضر دكتورة nazi تحضر عفريت مثلا لا يلا بتحضر دكتورة نفسر لكن رانيا هتبقى دكتور ما كفاء الهامر أمك ألة أبروك يا دولة ده الواحد بقى كده يعيي إيه برحت كين هيتع Legion يا دولة يا مش دكتورة يعني بتتع Alej resistant تقرى في الكتب Secondly فتبقى دكتورة في الكتب دي نفسها ايوان ايوان دولة صح يا دولة زي الواد مسعود بن خانت يا دولة كان عنده كتب كتير او كده بتاع الطب يعني كان با لما بيجي يا ايا بيقوم فاتح الكتب ديان ويقعد يعلج نفسه بيها على طول يا رحمه مش لا كان مات من غلطة مطبعية ايه ده؟ التخبط تاني ياسمين اه 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 استلي فيني الاستيكة بتاعتك لا بقى يا ماما انت تبتل في الحاجة ومش بترجعها لتاني ياسمين اه خليك تحستي من صباح الروش بتاعي بتاعت الانوش فوسفوريك ايه؟ فوسفوريك ايه؟ رانيا مش هتقوم بتخسين المواعين ولا احنا اللي حنقوم بشغل البيت كله وانتي قاعدة انتي انا مش فادية للحاجات دي انا عايدة اخلص اخر فصلة في المقدمة بتاعتي هو انتي لسه في المقدمة اما لحط قصتي المنج على كام سنة ولا كام شهر يا خفة اخدي يا رانيا صورتلك فصل من كتابة بنح للدكتور سيد الحبسجي ربنا يفك سجنه ويفك سجننا قادر يا كريم يا ماما بدل الاعداء الرماد اللي احنا اعرنها دي انت عارف يعني ايه رانيا بتعمل دكتوراه؟ اه عارف طبعا يا ماما يعني ورق بقى وملازم وتتشغل هي وعلاقل بقى ايه تفضيلي دماغي وتسيبني براحتي ماما جيبي معا من الاخر بالطريقة بتتكلمي معا بيها دي مش تقضي حق ولا بطل من الاخر كده يا عادل انت معاك دبلون والله بكد يا ماما عمر ما تمانزرت على حد بالشهادة بتاعتي ابن يعني ينفع يعني مادة اجيبها معاها دكتوراه وانت معاك دبلوم يعني اعمل ايه يعني احضر دكتوراه انا كمان بالديبلوم بتاعي اذا كان هي معاها اصانس حقوق وبتبتلي بتتفرق علينا والاصانس حقوق اللي معاها ده بقى اسبري ولا بيليا دوارة بتتمسخر بتتمسخر على ايه ده انت حت تبقى مسخرة مسخرة فوسط كل الرجالة لما تروح تعرف انت وناطك على حد حتقول له ايه مراتي ستة الدكتوراه وانا حصل على دبلوم تفكروا يعني لا Kunden هكذا دي تبقى شكلها وحش ولا ايه يا انهى راب يض已經 شكلها cient بقى شكلها شكلها طبعا وحش طع thinkLa beijin ودكتوراه ويعطر الفراق مش هقولك المفارقة ما انت عارف يعني اقول لها لا تاخديش الدكتوراه عشان معاها دبلوم يعني ايه وا تقول كده لأ condemnى انك ضعيف ونقص فى الحتة دي ولو عرفت نقط ضعفك تصل تديلك 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 تديك هتما تمرمغك فلا يات Throughout كده وطرتوني جداً انت تقفلها بالمرصاد وما تخلاش تفتح اي كتاب اه اه خلاش تفتح اي كتاب كرمتك كراجل يا عادل حتتمرمى في الطراب لو رانيا خدت الدكتوراه كرمتك حتتبهدل لو رانيا خدت الدكتوراه يا انا يا الدكتوراه في البيت ده ايه ده؟ اه ده جايبين فيلم الفزع الرهيب النهارده في التلفزيون الفيلم اللي انت بتحبيه يا رانيا يا اه يا عادل يا حبيبي انا مش هدي اتفرج على افلام دلاتي انا عندي مذاكرة كتير قوي يا حبيبتي يعني المذاكرة هتروح فين تعالي تفرجي وبكرة بقي ذاكري بص يا حبيبي انا عايز اقولك على معلومة ان اللقب الدكتوراه ده اللقب يستحق كل التضحيات حتى لو كانت التضحية اعلامية مش مشكلة الفيلم ده بكرة لما يخد الدكتوراه اتفرج عليه مرة واثنين وثلاثة وعشر عادية طب بابا ممكن انا اتفرج على الفيلم؟ لا 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 ياسمين زاكري مفيش افلام زاكري يلا يا الفيلم بدأ اهو عارفة يا ماما احلى حاجة بالفيلم ده ايه انه ناسم يتبع من الاول لان الفزع كله موجود في الاول ايوا ايوا الفزع الرهيب الرهيب بقى بيبدأ من نص الفيلم رانيا رانيا الحيطة انت بتحبيها يا رانيا في الفيلم اهيه اهيه ساعة اما هو الراجل بقى دخل على الاصر المهجور ودخل بقى لقى الاشباح مستنيين ومعاهم الساحرة المنبوزة اللي كان بلغوا فيها الاسم ايه لا 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 اه 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 عادي يعني انا ما كنت اتفرج على فيلم ده مرة واثنين وثلاثة يعني عادي بكرة اه في الاعادة لا 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 اعادة ايه المحطة دي ما بتعيدش الفيلم المحطة دي بكرة الضهر ان شاء الله قفلة عشان عندهم تحسينات يالي يا راني انا عاوزاك التاكلي كويس عشان انت عارف يتركزي بالمذاكرة طيب يا رانيا مادام هتاكلي كولي وانت تتفرجي يا ماما على فكرة بقى انا عايز اقولك على حاجة مهمة جدا المخ فيه قناتين فقط للتركيز قنات منهم للاكل وقنات منهم للمذاكرة اعتبر ان قنات منهم متشفرة تعالي 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 اوه على فكرة انا عادتي معاك مش اخيان عارف ركز خلص على داخل اذاكي الجوه في القضاء وسع من طريق هاتس يا رانيا رانيا الفيلم هيفوتك يا رانيا طيب ماشي زاكرة 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 يا رانيا ارانيا حتى المكيج بتاع تكليمتي ملانا بيها كده هو التسريحة دي ت thee افرد انا عايز احطها اى حاجات اللى انتinski شطها ودي اساساً ما بتشتغلش اهي بصي ما بتشتلافيها كلونية ولا فيها اي حاجة عاملالي الزحمة اينا وخلاص يا رمي معقولة عادل لو سمحت تسكت عشان عايز ازاكر نعم ازاكري انا بقولك بس يعني عشان تبقي تفضيني حتة جنبيهم مسلا ولا حاجة يلا مش هم مرفض طلعت جوزة مبارح عادل يعني بس اراجعته تاني النهاردة يعني هم على طول بقى يتطلقوا ويرجعوا وكده وعلى طول طول الوقت بس ممرفض على فكرة من اول الناس اللي احنا قابلناهم اول ما جينا هنا في القمارة يعني ستة لطيفة جدا يعني وبعدين عارفة بيتحبنا يعني مش مسلا من الناس اللي هم بيتدايقوا يلا طيب تصبع على خير يا راني رانيا لا اكيد في حرامي برا في الصالة عرفت الزوي عشان ما فيه صوت خالص سمحني ممكن تطلعي تبص على الحرامي ده لو سمحتي يعني عايزني انا واحدة ستة اطلع بص على الحرامي ممكن ما يبقاش حرامي راجل ممكن تبقى حرامية ستة عايزان اطلع على واحدة ستة بص الساعة كاما اطلع لها يعني ابص عليها يعني وهي حتى لو حرامية يعني وحياته امك سبني اذاكر لا خلاص برا حرامي اذاكر خلاص حتى لو حرامي موجودة هو البيت يا ولعباها هنعمل يا عشان انت مهتمة بمذاكرتك قوي يعني ماشي ماشي اصبع على خير رانيا مش عارف انام يا رانيا هو في ايه عادل؟ مش عارف انام ما بعرفش انام وحد بيقعد يذاكر جنبي ايه اللي انت بتقوله ده؟ اه قصد يعني من انا صغير يعني ما بعرفش انام ونور منور كيبص النور في القودة منور ازاي كتير جدا واعرفش انام انا في النور ماشي عادل اذكر بقى ماشي ودي النور اهو يالس ساتر بقى على خير خير بقى الخيمد ايه جو المسلسل الايام اللي انت عاملها ده قعدة بتذاكر على شامعة يا ماما مادام عايزة تزاكري والمذاكرة مقطع بعضها انزلي مسلا زاكري تحت على النور بتاع العمور عادل انت عشان ايه عادل خلق عادل ايه ده ايه ده رانيا حبيبتي ايه ده لا ما تنرفزيش نفسك ايه الحلقة العصبية اللي جاتلك مرة واحدة ده لا 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 انت ايه محتاجة تريحي اعصابك ايه رأيك نخرج برا مسلا نتماشى على النيل اكيد النيل دلوقتي عمل تروى جامدة جدا اما ان نروح مسلا نتعشف اي حتة ايه نتعشف اي حتة اه نتعشف اي حتة اي رأيك نتعشف اي حتة ايه نتعشف اي حتة انا شربت العصير واتعشيت وحليت ودخلت الحمام مرتين ورجعت اتعشيتين وانت من ساعتها قاعد ما طلبتش حاجة غير كوب بيت الشاي اللي بقى لك ساعة بتشرف فيها في ايه يا رانيا انت مستعجلة على ايه ما احنا عاعدين يا مام ما قلتلك نية مرة عندي مذاكرة ولازم اروح بكرة الصبح المكتبة عشان السرش بتاعي يا سلام طب ما انا عندي شغل برضو في البزار وبعمل سرش على رمزي طول يوم وبلاقي مستقب مش عافين يعني وبعدين بالرغم لا 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 يا رانيا لا لا انت ما يا بقتييش تحبيني زي الاول يا رانيا لا لا ايه يا عادل والله لسه بحبك يا اعادل يا سلام بتحبيني وهوية الا بسرعة ومستعجلة وعايزة لنقوم يبتاع لا لا يا رانيا لا لا انت كانت بتحبيني بس اني انت بتتحبيني لغاية ما الحساب ييجي عاحاسب بعضك هترجعم بتحبينيش تاني yourрني دبوف بوف اقولك reconoc الأحاجة حاسب وهتشوف شفتي شفتي لو بتحبيني كنت خفتي على فلوسي يا ماما ما كنتش كل شوية تقولي لي حاسب 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 معلش حضرتك ممكن الحساب لان احنا لازم نقفل الكافدة دلوقتي وبعدين حضرتك لماح يحني باسم الله ما شاء الله والكافية ما فيش حد غيركو فيه حاضر يا سيدي من غير ما تقطبنا وريني الحساب كام طيب تفضل وهات الباقي لو سمحت حاضر حرام عليك ما بقاش في حد قاعد اغرنا يا الله بقى نوم بقى ايه يا راني ايه يا راني ايه مش خايف على فلوسي استنى الباقي يا ماما الباقي ده اهم حاجة دلوقتي عاجل على فكرة انشان ما ريح تستعبط في الكلام اللي انت بتقول انت بتعمل كده ليه عادل انا باعمل كده ليه عادل يا ماما الباقي حضرتك واق عموما نص جنيه يعني اه نص جنيه طيب بص لو سمحت روح في الكهولنا بقى ايه ربعين عشان اديكو بقى شيشت لو الشباب طبعا صيفتوا معانا يلا لا مرسي مش عايزين بقى شيشت ايه لي مش عايزين انا عايزة اديكو بقى شيش يا سيدي انا راجل لارش اه وروح في الكهالي لو انتو معندوكوش فكة من هنا من اي حتة بقى من العباسية من مطار ايه من عين شمس يعني ايه براحتك و تعالى على مهلك ربعين ها حاضر ايه ده رانيا تخارجي ولا ايه انا لسه راجعة من برا كنت مقابل الدكتور المشرف على الماجستير بتاعي وتابليه ليه عشان رسالة الماجستير بتاعتي وماجستير ليه عشان الدكتوراه ودكتوراه ليه ناقصك ايه يا هانم سريرك ناقص مولة تلكتك ناقص جبنة حمامك ناقص سابونة دكتوراه ليه عادلي انا كنت مقابل الدكتور عشان اعتذله عن رسالة الماجستير بتاعتي بتاع تزيريلو ازاي يعني ايه مش هتاخدي الماجستير والدكتوراه ازاي لا معقولة ده انت كان حلمك وطموحك انك انت تاخدي الماجستير والدكتوراه ازاي تتنازل عن حلمك بالسهولة دي يعني البت مروى بنتي اللازينة طلعت بتنخى علي تخيل بنتي اللازينة لا معاها الماجستير ولا دكتوراه ولا بتعرف تفك الخطة اصلا هاهاهاي كل ذكر بتضحك على جوزها لاهبل عشان هو اللي يتولى بقى شغل البيت الكوميديا بقى ان هي اصلا معاش سنة رابعة دي طلعب ثلاث مواد يا عادل دي مش عارفة لحد لا تتخلص بقالها تمام سنين الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله لا ايه الحمد لله انك انتي خلصت سنة رابعة من اول سنة وعرفت كمان انت جبتي تقدير مقبول جدا ودي حاجة طبعا تدعود الفخر برافو عليك يا راني الحمد لله الحمد لله اه عادل هو انا كنت عايزة اسألك سؤال يعني كده شوية كده محرج يعني لا لا حبيبتي انتي براتي اسألي زي ما انت عايزة طبعا هو انت كنت هتزعل يعني لو انا خدت الدكتوراه لا لا خالص بالعكس تماما ده انا كنت ابقى فرحان جدا ان مراتي دكتوراه وقدام كل اصحابي بقى اللي بالكتير مراتاتهم مسلا معهم دبلوم او اعدادي مسلا كنت اقول لهم بقى مراتي دكتوراه وبعدين لقلمك تكشفها على بلاش وممكن اجيبلك الوضران زي تعوضي تتدربي في تعملي عمليات وتفشل براح تكون تبقى فرحان طبعا لا على اساس يعني ان انا كان حيبقى معي ماجستير ودكتوراه وانت معك دبلوم لا ازعل ما هي بصراحة يعني عادل انا عارفة ان الراجل مش بشهدته ومركزه الراجل بحميته وامانه وانت مدينا كل ده عادل وبصراحة انا كده فكرت وقلت يعني احسن لنا يعني انزاك اللي ياسمين على اساس يعني ان هي بقى اللي تبقى تاخد الدكتوراه ربنا يخليك لي يا رانيا ويخليك لبيتك يا رب مرسي يا عادل وبجد يا رانيا مش عايف من غير كنت اعملي هي يعني انت طول عمرك وقفة معايا ووقفة جنبي وكل الظروف بتبقى وقفة جنبي يعني مرسي يا عادل يعني افتكر طبعا انا ما كنت شغال موظف قبل ما افتح البزار واول ما ترفدت من الوظيفة لقيتك جنبي اه 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 فكرة اه 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 واول ما اخدت البزار نالنا ديسكوهات من فضلك يا عادل شوف بقى هتعمل فيها ايه يا امت بجد بجد هنسيب لك البيت وهنمشي خالص اه سيبوا البيت وتمشي السكنة الجديدة دي ما جاتش قبل كده ليه ايه ايه بقول هشوف حل طبعا ان شاء الله ايه يا دماغي اه ايه على اخر الزمن تسكن فينا واحدة زي دي يا سلام يعني يا ماما يعني لو كانت سكنة تحتينا ما كانش حصل مشكلة يا عادل دماغنا حطرشق من كتر الضوضاء بقولك ايه اعمل حسابك اجتماع مجلس ادارة العمارة حيتعمل عندنا الشهر ده ركز كده وروع دماغك عشان كل سكان العمارة متوقعين ان انت اللي حتتكلم بلسنهم اه تتكلم بلسنهم ليه هم مش عندهم لسنة ايه يا اخواننا تلغبطونا ليه هلو هاي هلو هاي اهلا نوسات ميزي شاقة مدام شاهي مدربة الائروبكس وانتو عايزين شاقة مدام شاهي عشان ايه انتو عايزين تتخانوا ولا تخسوا انا رايحة علشان اخس اقو اخدها معاك ايه يعني ايه قدوة الحقيقة مادام شاهي عندها حل لكل حاجة انت بترغي عندك بتقول ايه يا عادل لا مفيش يا مام اسباح الخري يا سعادل اسباح النور الشقه اللي فوق تفضل ايه المناظر دي اللي طالعة نازلة ايه يا أستاذ عادل بس الله بقى العمارة اللي ما كانتش بيسمع حدي فيها حس تبقى بالمنظر ده عجبك كده يا أستاذ عادل تفضلي بس الله اللي عمارة بقت مدرسة العرب يا جماعة انا تبقى هتطاق مني معاك حق يا امو مرفت والله يا عادل لو سمحت لازم تعمل حاجة في الموضوع ده ما تقلقوش انا هتصرف وهتشوفوا بقى انا هعمل ايه باحتصار كده يا أستاذ عادل تحبي يا حبيبي ان احنا نقعد كده على الحيطة ونسمع الزيتة وانتي بس ايه اللي يا عادكة على الحيطة يا امو مرفت انا اعرف اللي بيقعد على الحيطة مثلا بورس سرصار بطفار بتاع ليه وانت مرتك مطبختلكش النهاردة هاي 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 اصل الاستاذ عفيفي معودنا كان بيأكلنا لما نعمل الاتماع عنده بيأكلكو هي يا عمو انت اين في حد يأكلك؟ هو موت وخراب ديار يو 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 اهن دلوقتي في الست السكنانة الكومبلونشية اللي فوقه دي بطاقة القرابتس وزباينها اللي طالعين نازلين وقالقين راحتنا يا عادل كويس اواما انت فتحت الموضوع ده يا جماعة طبعا انتو عارفيني ومترب معاكو العمارة دي بتاعتنا يعني من زمان لكن كمان عارفين بقى مواقف البطولية في المواقف دي الله هي خليك يا استاذ عادل لو يا اخويا مش عشان خاطرنا عشان خاطر بناتنا يا ستي ومن غير بناتك ولا حاجة يعني ده وضع طبيعي العمارة طول عمرها عيشة في امان هتيجي الست اللي سكنت فوقينا دي تقلب لنا العمارة انا مرضاش بكده ابدا طب والطلبة اللي بيذكروا والناس الكبار خضار انتو هتكلونا خضار يا استاذ عادل لما اخذك كده انت وليه امرنا لو كان وليه امرنا كنا عمل لنا اكل يا راجل يا راجل وانت كده دايما همك على بطنك ما تقول لنا يا عادل هتعمل ايه يا جماعة انا مش عايزكم تقلقوا خالص طول منا رئيس اتحاد سكان العمارة ما تقلقوش الست السكنة الجديدة دي هتمشي والعمارة هترجع زي الاول دي اسمها انفرتيتي لحجمة مصر بعد العثمانيين صباحا كيف صباح النور اهلا وسهلا يا فادو واضح ان البضاعة اللي عندكو حلوة قوي حضرتك احنا البضاعة اللي عندنا في البازار بيتجيلنا مخصوص من الصين والصين طبعا عارفة يا حضرتك الدولة مصدرة جامد دلوقت غريبة مع ان الناس اللي قالوا لي عليكو قالوا لي ان انتو بضاعتكو سكة جدا سكة جدا لا حضرتك اتأكد بالبضاعة عن نفسك يعني بس الكلام اللي اسماته بصراحة يخليني اخاف اشتري من عندكو بقى اي حاجة يا هانم احنا لينا اعداء كتير انت تعملي فيها منصقف انت مالك انت فاقل انا مش لا اعمل يا هانم احنا لينا اعداء كتير مالهمش حق فاعلا اللي قالوا عليكو كده عموما انا كان لازم اجي بنفسي واتأكد قبل ما اخد رأيي واحكم على حاجة ما اعرفهاش طبعا يا هانم برافو عليك اعرفة انا لازم بتأكد بنفسي من اي حاجة قبل ما احكم عليها ده وضع طبيعي يعني امال يعني يا استاذ عادل عايزين اللي تمشوني من العمارة بتاعتكو من غير حتى ما تسمعوني وحضرتك جاريتنا في العمارة؟ احب اعرفك بنفسي مادام شاهي مدربة الايرابيكس واستكنة الجديدة اللي شاقتها فوق شاقتكو لا طبعا لا يمكن انت جننتي عادل مش ممكن عادل ابني هو اللي بيتكلم ده ابدا ايه يا اخوانا في ايه؟ ما هو مش معقولة برضو واحدة ستة تمشوها من البيت من غير ما تقعدوا معاها وتسمعوها يا حنين وحضرتك بقى قعدت معاها؟ اه 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 الجرس بيدرب محدش يفتح ولا ايه ما تفتح يا اسمين مستدولة حبيبي زيك يا مراوسين؟ زيك يا اسمين اخد القصة بتاعتك اللي بتحبيها مش هيا ساموا عليكم زيكو جماعة سندوق الحاجة الساعة اللي انت قلتولي عليها علشان اللي اجتماع جيه هوا بوتيتن دا كيتشن حاضر ما اتطورش يا استاذ عادل شفتها فين؟ اه 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 شفتها ايه ما شفتهاش طبعا خالص دولة جرتك الجديدة اللي جاتلك البزار شفتها وانا طالعلك على السلم يعني وبعتلك الف سلام يا دولة وبعدين يا عم ابسط يا دولة يعني محدش قدك يا دولة دولة ابسط يا دولة اللي ما شفتش جرتك قبل كده ما شفتهاش انت بتصدقي واحد غبي زي دا يعني هشوفها فيه ولا 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 جبت العيش الفينو يا لا العيش الفينو اللي قلتلك هني اعمله سندوتشات عشان الاجتماعات لا يا دولة ما جبتش انت بتخمزلي ليه يا دولة انا غمزتلك اجري يلا روح اتكل على الله روح هات العيش الفينو يلا وتعالى في سوء او ما تجيش ما تجيش يلا حاضر يا دولا استنى يا رامزي استنى يا زفت استيت دي كانت لكم في البزار كانت عايزة ايه؟ اقول يا دولا ولا ايه يا عم؟ دولي دولي انت شفت حاجة؟ هو بصراحة يا جماعة انا ما شفتش اهو اهو الحمدلله شفت ومش قلتلكم لان دولا بعتنا جيب لها حاجة سقعة من اخر الشارع مش من القهوة اللي جنب البزار يعني زي كل مرة اهو هتصفروا هتعملوا يا جماعة المسألة بسيطة خالص القهوة اللي جنب البزار صراحة يعني الولد الهناك ايده مش نضيفة وازايز الحاجة الساعة زمنتو عارفين يعني غطيان الكازوزة لو واحد ايده مش نضيفة تبقى مش نضيفة يعني وكمان وزعتو طبعا علشان يحلالوا الجو وانا اقول بتدفع عنها ليه؟ بتدفع عنها ليه؟ ايه ايه في ايه؟ في ايه؟ ايه في ايه؟ يا جماعة صراحة انا بدافع عنها لانها مسكينة قوي ليه؟ ايه ايه؟ 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 عادل لو سمحت عايزة اتكلم معاك من فضلك اسمعت مش إنفع اسمعيك عشان يناير عادل اربوك يا عادل لو مش هتسمعني عشان خاطر يا عشان خاطر بنتك يا سمين وياسمين ايه دخلها بالموضوع ده يعني؟ انا بكلم عن ياسمين علشان هي ضحية ايه احد يبلغ فيها؟ بلغ فيها ايه يا مجرمة عشان يبلغوا فيها انا بكلم عن الشروخ اللي ممكن تحصل في نفسيتها في المستقبل الشروخ لا اسهل الشروخ مقدور عليها شوية جبس واسمنت ونلاياتها يعني يا عادل ان ما بهذرش نلايات ايه يا عادل انا بكلم عن القدوة الحسنة قصدك ايه؟ قصدك ان انا مش قدوة بالنسبة لياسمين؟ لا طبعا يا بيبي مش قصدي انت قدوة طول ما انت قدامها لكن لو حضرتك بقى مش موجود وبنتك شايفة الستة بتاعت الايرابيكس طالعة نازلة طول اليوم عالسلم وليه طالعة نازلة عالسلم والاسنسير عطلة؟ يو يا عادل انا ما بهذرش يا عادل بنتك لو شفت الستة دي هتقوم بتقلدها هي يا ياسمين عن دماء وهبت التقليد لا 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 انت فزيع يا عادل فزيع انا عارفة ان انا مش حوصل معك لحل بس عشان تبقى فاهم انا وسكان العمارة كلهم مش هنسكت هتعملوا ايه يا عادل؟ هتشوف يا عادل هتشوف يا جماعة انا جميعكم النهاردة طبعا عشان نتناقش في مشكلة تكيفنا مع الناس التانين الناس التانين هم المشكلة هي 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 ايه ناس التانين عمرهم ما يبقوا المشكلة المشكلة في ان احنا نطى اقلم مع الضغوط اللي حوالينا يا عادل يا ابني وانستنى ليه لغد ما تضغطونا اي اعلى لا يا ماما مش الضغوط يعني الضغط ويعلى وايه وطلاء الضغوط للمؤثرات الخارجية الجميع الحلوة يا اساس عاكي يا اساس عادل كلمنا بنمال عارب عشان خطر نفهم يا اخويا وأنا بتكلم إنجليزي يا أمو ميرفت أنا بقول بمنتهى البساطة يعني يا أخوانا إن الساكنة الجديدة دي جارتنا الجديدة الجميلة العزيزة يعني لازم نرحب بيها بدل ما نتدايق منها يعني إزاي بقى ما نتدايقش بيها وهي ضيفة تقيلة ومش ضيقينها خالص خالص إينا خالص آه ماشي ماشي يعني أنت عارفة إن الضيفة ممكن تبقى تقيلة على الناس اللي قاعدة عندهم يا حماتي ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه شرامتك والدي اين رأيي prendك في المضطقة يا استاذ عدل والله يا استاذ حلاوة انا عيلتي ملهاش رأيي ما دام بتكلم في السياسة محدش بيتدخل ايه اللي عيلتي ملهاش رأيييي ده اه لبدك مش موافقين عاييه نحنا يا اغراب نوافق ايه يا عم دحكة الكفار الي انت بيتحكها دي وبعدين يعني انا اجايب لكن اكلهBu وعمل اجيب لكو في حاجات ساعة وفي النهاية تقولو مش موافئة طب خلاص الاجتماع خلص وانا تفض الاجتماع يلا تكرع الله تكرع الله اه باتركه اه 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 يلا تكرع الله مع السلام مع السلام عيب 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 أحركتوني جداً مع الست وأحركتوني مع النقل علمكم بقى أنا آخر مرة أعمل اجتماع للعمرة دي هنا هو يعني فعلاً مينو بالمخلص اللي تقطيع يدومه إنت هدفت يا رمضي أوه سيبه لي فيدك دي يا رمضي تعال إيه عرفت دي إيه؟ آآ دي ربعي جنيه دي خمسة جنيه زلوست خمسة جنيه؟ أيو، الخمسة دي حد تبقى بتاعتك لو عمتلي اللي قلتلك عليه بتاعت هنا؟ أنا تحت عمرك يا ست الكل الست اللي كانت قاعدة هنا لو رحت لعادل البزار تكلمني وتقولي، أوكي؟ حاضر، بس أنا ست فيهم الست الغرب الجديدة يا زفت ماشي ماشي بقى لا، أنا هفتن على ابن عمي دولة لا، طبعاً هتفتن يا رمضي آآ حاضر يا ست الكل هو أنا يعني هفتن على حد غريب أنا مش عارفة يا أستاذ عيب أنت بتداق مني أولي الدرجات دي؟ لا، أنا متداق مني كي يعني أنا متداق من نفسي صراحة لأنني مش قادر أعملك أي حاجة الدولة حبيبي لو سمحت كنت عايز الموبايل بتاعك أعمل به مكالمة مهمة جداً الموبايل بتاعي عايزه ليه؟ يعني أنت بتكلم، خد غور 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 شكراً، أهلاً أهلاً أنا مش عارفة بس هما ليه واخدين مني الموقف ده هو أنا وحشة قوي كده يا نها ربيض، أنت وحشة هما للجازمة اللي خد الموبايل بتاعي ده من شوية يبقى إيه يعني؟ يبقى أكد خايفين مني؟ هما صراحة يعني آه ما آسف يعني مش خايفين هما يعني مش طيقينك أصلاً طيب بص أنا ممكن أتكلم معاهم واخليهم يغيروا رأيهم زي ما خليتك تغير رأيك بالظبط يغيروا رأيهم إيه؟ إنتي مش عارفاهم أنا عايش معاهم وعرفهم إنت ما تعرفش أنا ممكن أعمل معاهم إيه؟ ايوه ثانية واحدة ثانية واحدة هلو اهلا اهلا صباح الخير صباح الفل صباح الفل اهلا وسهلا انا كنت جاه النهاردة اجامع عشان اتكلم معاكو شوية ممكن تسمعوني طبعا ممكن اسمعك ده انتجارتنا يعني والمثل بيقول يعني الواحد ياخد باله من جاره وكمالك يا عينتي جي لحد هنا في بيتي عيب يا راني عيب دي برضو دفتنا وفي بيتنا لا يا انتي انا بس اللي اقول هنا مين دفتنا ومين في بيتنا حضرتك لان ده بيتي حضرتك بيتي حضرتك تصودي ايه يا رانيا يا بيتي بيليك انا مقصودكش انت يا ساناة ها بحسب شاقول شاقول اخغاسه خالص ما عليش يا راني عشان خطراني انا نضيع فرصاتوس علشان تتحدث فرصة ايا مامي ما كفعله استاذ عادل مضيعه الطول النهار فرصة انها تتكلم انا لا قبل انا عمري ما سمعتها وهي بتتكلم خالص يعني ايه يعني ايه يعني ايه يعني رمزي بيكذب مثلا 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 رمزي بيكذب تجسس علي تتجسس علي ماشي يا رانيا ماشي لا يا عادل لا 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 اقواع اقواع مش بتجسس عليك يا عادل بس كل حكايا انا خايفة حدي اختفت منا يا مادام رانيا انا ماجيتش لعمارة هنا عشان اختف حد من مراته ها اتطمنت الحمد لله عشان تعرفي بس ان انت الظلماني تعالي بقى جسوس تعالى ايه ده يا ابن انت هتسابنا وتمشي كده من غير ما تحل المشكلة دي المشكلة دي مفيش اي مشكلة ولا حاجة وانا برضو رايح البازار دلوقتي عشان عندي معاد مع الرجالة بتوع العمارة كلها عشان نفس المشكلة خلاص حلها انت رجالي واحنا هنحلها حريم يا سلام يا سلام يا سلام حضرتك متفق معاها ولا ايه هم اللي ما قطلش على الاتفاق ده ليه يا زفد ما ينكر اتفقوا بقى وانا بجيب الحاجة الساعة ايه 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 يا جسوس عامل فيها شارل سامحون تكرع الله يا ساقيلي انا مش فهمة مادام راني انت ليه ما عندكيش ثقة في نفسي لا 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 الا الا الثقة في النفس انا اتميز بثقة في نفسي والتضخم بصراحة بقى احنا اللي مش وثقين فيكي اساسا و ومش وثقين اساسا في الشغلك ده اللي انت فتحاه بص يا حبيبتي لو واحدة عندوكو في العمارة فتحت صالة رأس مامتك مش هتقلق عليكي اولا يا طنت دي مش صالة رأس دي صالة ايرابيكس وتجميل وللستات بس كمان وثانيا بقى انا مامتي متوفية من فترة يا حرام يا حرام يا حرام يا حرام يا حرام يا حرام فضالي فضالي ارتاحي تعالي بابي بابي يا حبيب يا حبيبتي يا حبيبتي يا حبيبتي كانوا كدير؟ مالا كدولا ما ليش كام كده يا دول؟ كده 1500 دول 1500 فاضل لك كام؟ فاضل لـ 500 يا معالي خربيتك انت فرحان ان انا بضربك ده انا تعبتي يلا الـ 500 دول بعدين يلا خور من الوش خور من الوش ماشي يا دول حاضر يلا تكرى على الله تكرى على الله على الله تتجسس بعد كده يا جسوس تعارف التهمة بتاعتك دي في اي حتة في العالم؟ ماشي؟ كانوا ممكن يدوك اعدام عندنا في البزار خليتهم الفين ضربة بس وعلش يا دولة والله عزيمك ضميح لا انا متجسس لي دولة زميحن hizo develop خلاص شغول من الوش يلا ما عيش يا دولة شكر دولة الا ليس مهم الحاجة السقر جايين على غدا خلاص هتفرع الشجرة عشان الأستاذ نقر بخشب ده وعشان جوزك يبدأ ليحبك كده على طول لازم على طول تبقي مهتمية بنفسك ايه بس ما هو بعد الأحيان يعني ببقى في رجالة عنيها زيغة ايه نعم طول ما انت مهتمية بنفسك مش هيقدر يفكر في أي واحدة تانية وهيفضل يحبك انت بس على طول طب لو واحدة يعني في ظروفي أنا يعني عزبتة لو مخطومة ولا متجوزة لو بتحب زي تلاقي راجل يعني يحبها ويتجوزها ويخطبها ويموت في دمدابها يعني بص يا أناس حسنا مادام ليه التجربة سابقة سوري بص يا مادام سنا حضرتك لازم تحبي نفسك الأول كي بي تقولي المية تحب نفسات دي بتحب نفسات دي على طول حبة نفسات انسوط يا مجيزة سكوتي 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 ايه بقى يا خلاص ايه بقى يا خلاص 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 خاقب علي أنا خلاص ولا شاطب ولا مغرب شاطب خلاص اللي قوليلي يا حبيبتي يا أمر انت يا مورة اللي ممكن جوزي أنا يعني يعرف وحنا تجي علي وأنا زي الأمر واحدة بالي من نفسي كده والنبي ياختي أنا لو جوزي تجوز علي ده نتبح وشفيه إما لأنا بقى أعمل ايه في انسبتي السودا جوزي حلاوة اللي ينضرب ما عمتش ضي يمص في غريتي وأنا والنبي ياختي طب قوليلي بقى يا شاية حبيبتي أنا ممكن كده قادر أزبط جسمي في حوالي كم شهر هل هل في نوع معايا من الماكياج يبين ان الواحدة أرفع سنة ايه رانيا الستيوفيد كوستيون زيبش معقول بصي بقى حبيبتي يعني لوتي أنا لما أروح شرمة كده عشان أخد بنسولاي كده وعود على البحر كده وأخد تابع دلينا أي نوع كريم أحطه علشان ما أعملش تأشيرات كده انت بان عليك بنت حلال عندك حاجة للروماتيزم وانت بنت حلال يا حبيبتي قلدي كنت عايزة تقولي حاجة يا أختي أقول لي كان عايزة سألك بقى سؤال هو الدكان متاعك ده اللي ودي يعني إحنا بنبقى فيه زي ما حل كده الحراقة دقني وقفة بطة الدولة لو سمعت كنت ها 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 نو 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 وشك في الحين وشك في الحين جرأ ايدك فوق رجلك ارفع رجلك أيوا رجل واحدة كده دلوقتي يا جماعة احنا دلوقتي طبعا زي الإخوة يعني الجار أقرب لجاره من أي حد من قريبه عشان كده أنا عايزة أسألكوا سؤال واضح ومحدد هل فعلا كلكو بتخافوا من مراتاتكو؟ اه 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 اي سيطة جاي فيها انت متجوز؟ لا يا سلاة لا انت لسه تكتشف؟ أمان ايه قاضي بطل شغل الجواسيس وشك في الحين ها 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 يلا رجلك ها 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 نو 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 بصوا بقى يا جماعة بصوا بقى يا جماعة احنا دلوقتي هنسيب الفرش ونمسك الروج يا بنشي قلم الروج ده بتاعي ايه ده بتاعك ايه ما هيقلتلك ان اللون ده ما بيليش عليكي؟ سيبي ده بتاعي احسن يا لهوي يتبقى حوسة بعد كل اللي انا بعمله في نفسي ده وكمان ممكن معجبوش؟ على فكرة بقى انا مرة اسطيت شعري على فكرة هو ما خدش باله خالص وابوه ما كانش بياخد باله مني ابدا على فكرة يا جماعة هم ممكن ما ياخدوش بالهم لو غيرتوا في شكلكو لكن اكيد هياخدوا بالهم لو غيرتوا في طباقك يا بس برضو يعني سبتشوشو يعني كلامك زي السكر بس بقى يعني لما اخزة ما تاخذنيش ان الواحدة مننا من شغل البيت وقعدت البيت وحبسته بتبقى محنوقة مش هاي انا في سهل مش هاي اخدومها ايوه يكتب ما الايد بس بس بلد جينات كلكو دي بقى الميزة بتاعت الايروبيكس بتخليكو على طول عندكم منشطات جود جيرل والايروبيكس موجود الحاقوا جمعوا جمعوا خافوا شيروا 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 ما تنسوش اهم حاجة هتعملوهم ازاي ها شيري شيري شش اهم هااها فاضلا رجال وهاد فاضلوا اهل الموسائل اهل الموسائل السلام عليكم السلام عليكم بله وى الله كويس اوني العمارة كلها متجمع النهاردة دي فرصة صحي سكيNER ايهٌ في ايه ان احنا اه يعني ناخذ القرى على وجود الاستاذهشاه معنا هنا في العمارة ونبدأ بالرجاله اه مش ماذا رجالة نبدأ بالستات نادر اي حلاوه هو انت كده دائما على طول مناقف اطبع اطبع قصد يعني اللي تشوفه يا سيح حلاوة واضح إن النهاردة فيه تغيير جامل إيه يا رانيا إيه الحلاوة دي شكلك متغير النهاردة سيح عادل يا حبيبي وإنت وحشني قوي 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 عادل وإنت كمان يا معلم وحشتني قوي ما تشوفوش وحش يا غزالي وفي إيه؟ كل ده من الماريكل بتاع شاهي طيب يا جماعة يعني أنا مبسوط صراحة بالنتيجة دي ومبسوط إن يعني ما شاء الله العمارة كلها متجماعة مع الأستاذة شاهي ودي فرصة هيلة عشان ناخد التصويت يا خبري سويت هنصوت على مين يا أخويا يا معمى يا معمى التصويت غير السويت المهم دلوقتي إحنا متفقين إن إحنا هنبتدي ناخد القراء عايز أعرف مين فيكو موافق على وجود الأستاذة شاهي